السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يوجد في هذا الزمان جهاد شرعي وفي أي مكان يوجد الجهاد كما عرفتم وسمعتم أنه لا يكون إلا بتنفيذ الإمام إمام المسلمين إذا جند الجنود للجهاد بسبيل الله فهذا هو الجهاد أما الفوضى وكل يحمل السلاف ويكون الناس فرق فهذا يحدث شرا وقد جر ولم ينتد شيئا إلا التناحر والقتال وفي النهاية تكون النتيجة الصفر لأن كل طائفة تريد أن تأخذ الحكم هي تتغلب على الأخرى فيحصل القتال بينهم يتركون قتال العدو ويتقاتلون بينهم وهذا شيء حصل وأنتم تعلمونه لا بد أن الجهاد يكون بتنظيم من ولي أمر المسلمين ويتولاه وينظمه إذا لم يكن كذلك فليس جهادا وإنما هو فتنة نعم نعم